ايها الاحلامة العربة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة اليوم 19 اكتوبر السابت والله عدى شهر اكتوبر ده احنا ما حصلاش بالشهر يا دوب بدأنا خلص كل سنة وحضراتكو طيبين حقيقة النهاردة جايبين لكم وسائق تثبت لكم الفرق بيننا وبين الناس اللي بتحلم من زمان صد النهضة واحلام الصهاينة شوف بقى عشان تعرف ان احنا اتلعب فينا وتلعب بينا شوف الناس لما تقعد تفكر في خطة تاريخية من اكتر من مئة سنة خطة ازاي يوصلوا مية النيل ويستخدموا في القصة دي كل الاوراق الدبلوماسية والعسكرية والاعلامية والسياسية لانتزاع حق مش ليهم خطوات كتير جدا رصادها كتاب قديم قوي كتاب اعيد طبعه سنة 1999 في مكتبة الاسرة اللي عملتها سوزان مبارك كتاب كان 8 جنيه مرمي على الارصفة الاستاذ نقيب السحفيين الاسبك كامل زهيري عمل وسيقة ولا اعظم واعتقد ان كامل زهيري مش اخوان ولا اخوان ولا ممكن يطلع اخوان كامل زهيري في كتاب رصد احلام الصهاينة في النيل من اكتر من مئة سنة عمل لكم زي السيسي وقول كمان الكتاب كان قدامنا حضرات سنة 1999 بجنيه مرمي في المكتبة اللي في وسط البلد بتاعة قدام دار المعارف بجنيه كان عند بتاع الجرائد بجنيه الكتاب اسمه النيل في خطر وسائق تنشر لأول مرة ده احد اغلفت الكتاب لما اعيد طبعه لكن الكتاب يا حضرات اتبع في مكتبة الاسرة سنة 1999 للاستاذ كامل زهيري الكتاب مكتوب عليه في النسخة دي وسائق تنشر لأول مرة مشروعات تحويل مياه النيل من هيرتزل الى بيجن اسرار الاطمع السهيونية في مياه النيل وقادي التاريخ من 1902 تقريبا الى 1980 يا حضرات احنا امه لا تقرأ احنا امه ولا حاجة الناس بتخطط من مئة سنة وبتوصل لأهدافها وبيستخدموا جواسيس لأهدافها واحنا الحقيقة قاعدين نتكلم على الاخوان وده اخوان وطرق الشنوي يطلع يقولك مش كل معارض اخوان ما تتنايل يا طرق على عينك وتسكت ده الكتاب يا حضرات اللي بيرصد والحلقة والجزء ده في الحلقة مهم جدا تاريخي اولا نتعلم ازاي الناس بتفكر في مشاريع من مئة سنة سنعشان نعرف ان احنا كنا بنتقرطص دي صورة الكتاب او ده غلاف الكتاب في احد طبعاته لكن في طبعة تانية والطبعة دي عندي النيل في خطر 1999 نخش بقى جوا الكتاب والاستاذ كامل زهيري للي ما لقى خش على جوجل اكتب كامل زهير عشان ما توجعش دماغي الاستاذ كامل زهيري بقى في الكتاب ده ناصد الوسائق اللي بتنشر لأول مرة عن اطمع الصهينة في النيل مشروع هيرتزل لنقل مياه النيل للكيان الصيوني سنة 1903 نشوف كده صفقة القرن دي طلعت قديمة قوي قوي ده احنا كنا نايمين في مئة الليفت بيقول الأستاذ كامل زهيري في الصفحة دي اللي قدام حضراتكم لا يملك الإنسان سوى الزهول من أن تظهر بغتها على صفحات الجراء التلميحات لوعود مشروع خطير لو صحت حكايته لكان كارثة وطنية تهدد مصر وحياتها بل ومستقبلها نخلص بقى وهو تحويل مشروع تحويل جزء من مياه النيل إلى صحراء النق عبر سينا كلام ده الراجل قد مستقبل سينا 2019 وما يسير الزهول والأسى أن مشروع تحويل مياه النيل إلى سينا هو فكرة قديمة ظهرت في مطلع القرن العشرين تقدم بها الزعيم الصيوني تيودور هيرتزيل سنة 1903 إلى الحكومة البريطانية في عهد الملكة فيكتوريا واللورد سالسبوري وجوزيف تشامبرلين وأرثر بيلفور والي وإلى الحكومة المصرية الحكومة مصرية في وقتها الخديوة عباس حلمي الثاني ومصطفى باشا فاهمي بطرس باشا غالي واللورد كرومر وقد بزل هيرتزل لتحقيق المشروع نشاطا وأظهر دهاء لتوطين اليهود في شب جزيرة سيناء كنقطة للوثوب لفلسطين والعجيب أن تبقى هذه الفكرة القديمة أن تبعث من جديد بعد أكثر من 76 عام من وقت اصدار الكتاب مش دلوقتي وقت اصدار الكتاب فيجري الحديث هذه الأيام وإن كانت سرا وتلميحا عن تحويل مياه النيل إلى صحراء النقر في فلسطين بيعرض الأستاذ كامل زهري الحقيقة في أحد صفحات الكتاب صورة من الوثيقة الأولى الوثيقة الأولى نشوف الوثيقة الأولى كده بيقول نص مشروع الامتياز اللي كان قعده هيرتزل سنة الثلاثة 1903 لعرضه على الحكومة المصرية أي على المعتمد البريطاني كرومر وبوترس باشا غالي بالتحديد والمسؤولي البريطانيين في وزارة الحقانية المصرية وذلك بعد نجاح مسعي خطورة هذه الوثيقة أنها تكشف عن حجم المروع لأطماع الصهونية في سيناء منذ مطلع القرن وتصحح ما شاع حول المشروع واشتهر بين المؤرخين المدققين على قلتهم من أنه كان مجرد مشروع لتوطين اليهود في العريش ويكشف نص المشروع الامتياز أن المنظمة الصهونية اللي مثالها هيرتزل كانت ترمي إلى مد امتياز التوطن وإنشاء المواني والفنرات والشرقية للقناة وخليج السويس حتى حدود مصر وفلسطين أي الحدود المنصومة المنصومة عليها في فرمان تولية محمد علي المعروف في الحدود الدولية ومن البحر الأبيض شمالا حتى خط عرض 29 جنوبا أي الخط الذي يمتد من أبز نيمة على خليج السويس متجها حتى شرق الحدود دي صورة اللي بيكلم عليها في الوسيق آه هي حضرات دي الصورة اللي بيكلم عليها الخط بقى هو بتاعة التوطين من الممرة هو لحد حدود ما يسمى بإسرائيل دي اللي بيكلم عليها الوسيقى الأولى بتاعة هيرتزل اللي بالأصفر دي تفرج اللي فوق دي دي الوسيقى اللي بيكلم عليها هيرتزل سنة 1903 اللي عبدالفتاح السيسي بيحققها حالا ناو عبدالفتاح السيسي بيحقق أحلام تيودور هيرتزل الآن الكتاب طبعته اللي عندي سنة 1999 بيقول فيه الأستاذ كامل زهيري وهو عالم واحد من يعني من الصحفين الأفزاز في تاريخ مصر مشتير إسلامي خالص بيكلم علي أن ده كان حلم هيرتزل توطين اليهود في المنطقة دي عشان يبقوا قريبين من فلسطين ترجمة نانسي قنقر